وسط ترقب كبير للجزائريين حول برنامج عدل ثلاثة، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال السوداسي الأول من سنة 2024. وزير السكن يسطر برنامجاً بخصوص الوضعية العقارية لتوطين مشروع عدل ثلاثة عبر ولايات الوطن قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب. خطوة مسبقة تعتبر أساسية لإنجاح العملية من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع عدل واحد وعدل اثنين، حيث كانت الأوعية العقارية هاجساً للإسرع في إطلاق المشاريع، وبعد تقديم عرض شامل لجميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع الجغرافية المتوفرة على مستوى 58 ولاية، والتي تحوز وكالة عدل حالياً على محاضر اختيار الأرضية والمسلمة من طرف الولاة. جهود تبذلها وزارة السكن لتحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة، لاحتضان مشروع عدل ثلاثة، وضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية، والاستمرار في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية، أما فيما يتعلق بالمنصة الرقمية التي تم استحداثها، سيتم تخصيص لقاء ثاني لعرضها، وكذا عرض فيما يخص الطابع العمراني والهندسي لمشروع عدل ثلاثة.